الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية البومة في منام الفتاة العزباء فتابعونا وما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير تدل رؤية البومة البيضاء للفتاة العزباء على الزكاء وحسن التخطيط المستقبل العملي الجيد يعني اللي بتشوف بومة بيضاء يبقى مستقبلها إن شاء الله كويس وهي بتخطط كويس للمستقبل الجيد كما تبشر بقدوم عريس حالته المادية جيدة دي البومة البيضاء أما رؤية بومة سوداء اللون في المنزل فهي تدل على عريس غير مناسب وغير مقبول للفتاة العزباء واللي تشوف البومة سوداء يبقى العريس اللي جاي لها دهواني مش مناسب لها ومش هيكون كويس فهي يعني ايه تحذر ويقال أن رؤية البومة للعزباء دليل على زيف المشاعر من حولها وكسرة الخداع والتلوين يعني فيه ناس بتلونه كتير حواليها وكلام من ده فهي تحذر أما رؤية البومة مزبوحة فهي علامة على فرص جيدة ضاعت من الفتاة ولم تحسن استغلالها يعني فيه فرص كتير ايجت للفتاة دي البومة المزبوحة وهي ما هياش استغلت هذه الفرص أما أكل لحم البومة فهو دليل على وقوع صراعات بين هذه الفتاة وبين من تحب أو اهتزاز السقة بينهما ديا لو شافت اللي هي بتأكل ايه لحم البومة تشر رؤية البومة في منام الحامل دي بقى للمرأة الحامل إلى الزكور وتدل على أنها سترزق بزقر له مستقبل باهر وموفق يعني ربنا يرزقها بولد لمستقبل كويس دي الرؤية للحامل وقد تشر رؤية البومة السوداء إلى امرأة حسودة وكارهة لها رؤية بيض البومة وهو يقفص ويخرج ويخرج صغار تدل على قرب الميلاد وسهولة الولادة ويسير بإذن الله عز وجل وتشير رؤية صغار البومة مع أمها ليلا إلى الاستقرار والسلام الذي يسود جو العائلة ويحيط بها ديا صغار البومة ما تنسوا نشبه إخواننا بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين